بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا حلقة اليوم عنوانة ورونتك النفسية حلقة رقم 166 والمحور الثاني في ورشة التسعين يوم من بودكاست ريهاميات لو انت لسه ما اشتركتي بورشة التسعين يوم خليكي معنا لآخر الحلقة لحتى تقرري لو رح تكملي معنا هالمشوار يلي صار ماضي منه تلته تقريبا لأن موعد حلقة اليوم هو الجمعة 25 تشرين الأول أكتوبر 2024 وباقي لنا شهرين بسنة 2024 نستعد فيهم للعام الجديد المرونة النفسية شو هو تعريف المرونة النفسية أو المتانة النفسية وكمان بتتسمى الاستردادية يلي هي ترجمة لكلمة بالانجليزي Resilience يا ترى كيف فيني أنا كون شخص resilient بحياتي الشخصية والعائلية والاجتماعية والمهنية والدراسية وكل دواير حياتي المختلفة بما في مسؤولياتي كأنثة ناطقة باللغة العربية بأي بلد كنت عايش فيه حول العالم قبل ما نبتدي نحكي عن المرونة النفسية تعرف الأشياء بضدها لهيك حاب نحكي بالأول عن الهشاشة النفسية وتحديدا من زاوية هي في صلب ورشة التسعين يوم وفيك تعتبرية تحفظات أو محاذير تخص الورشة لو انت اشتركتي بورشة التسعين يوم لكن عندك هشاشة نفسية فهذا ممكن يكون لأحد سببين هدول السببين انك انت بها المرحلة من حياتك عم تمري بمرحلة أنا حبيت اختار هدول الحرفين لسهولة الحفظ لأنه MG بذكرنا باسم ماركت سيارات مشهورة حاليا كتير بمصر ببداية ورشة التسعين يوم ما حبيت اذكر التخوفات أو المحاذير لحتى ما تكون هي عائق انك تشتركي لهيك خليتن لحلقة اليوم في معرض حديثنا عن الهشاشة النفسية بالنسبة لتعريف الهشاشة النفسية فهي احتياج الشخص لتلقي الدعم والمساعدة بهدف انه يقدر يتأقلم مع الواقع المحيط سواء ظروف او احداث عم مرفية بمرحلة ما في حياته فكرة الهشاشة النفسية انا بحصة مرتبطة جدا بمصطلح بالانجليزي اسمه vulnerability وهالكلمة صعب نلاقيه لترجمه بالعربي ممكن تتسمى حساسية او قابل للكسر مثل الاستكر يلي منلزأه على كرتوني فيه كريستال مثلا لهيك مصطلح vulnerability انا حطيت له ترجمتي الخاصة باكتر من حلقة في بودكاست ريهميات وخاصة سلسلة حلقات شلفي يلي تناولت فيهم كتب بريني براون لو بتحبي ترجعي لهالحلقات فبنصحك تسمعي حلقتين هني رقم 60 و61 عن كتاب دير توليد تجرقي ان تقودي للكاتبة بريني براون يلي هي تعتبر vulnerability guru اكتر حدا كتب وبحث وقدم محاضرات وفيديوهات عن مصطلح vulnerability فبهدول الحلقتين ببودكاست ريهميات حلقة 60 و61 عملت نوع من انواع التعريب اكتر منه ترجمة للمصطلح vulnerability سميته التعرضية اني كون vulnerable فهذا بيعني اني اسمح لحالي اني اتعرض للحياة بكل ما فيها بدل ما ظلني متخبية وراء متاريس بنيتا تعزلني عن العالم اسهل طريقة لنتخيل في المتاريس هي من سياق الحروب المتراس هو جدار بيبنوه الجنود في الحروب بيكون مكون من اكياس من الرمل بتتحط فوق بعضه مثل البريكس او الطوب والجنود بياخدوا ساتر بيحتموا وراء المتاريس من هجمات الاعداء احيانا كمان المتاريس بتتبني للحماية من فيضانات او من ارتفاع مستوى مياه نهر معين ممكن يكون بيدمر اراضي زراعية او بيدمر قرى ومدن فالمتاريس كمان بتتبني كنوع من انواع السد ونحن بحياتنا كتير احيانا منبني متاريس ومنحمل دروع لنحمي قلوبنا من الكسر ونحمي نفسياتنا من الجرح ولكن vulnerability هي التخلي عن هاي المتاريس والدروع لهيك كتير بترجموا الكلمة انه هي الحساسية او الهشاشة النفسية هلأ بالنسبة لتخوفاتي المتعلقة بورشة التسعين يوم بدي خبرك عن حالتين ممكن انت تكون فيهم vulnerable او عندك هشاشة نفسية واحد لو انت ام عندك اطفال تحت سن الخمس سنين اتنين لو انت عم تمري بخبرة حزن وقلم الفقد خلال اخر خمس سنين هدول الفئتين يمكن ينطبقوا على كتار مننا ويمكن حتى البعض بهالمرحلة من حياتهم عم يمروا بالاثنين بنفس الوقت لو انت ام وعندك طفل او اكتر تحت سن الخمس سنين فانا اليوم بدي اقلك ترفقي بنفسك وخاصة لو واحد من هالاطفال تحت سن السنتين يعني baby او toddler ما عمقول انك تيأسي وتتركي ورشة التسعين يوم لأ اطلاقا بالعكس انت في امس الحاجة لهالورشة وبهالتوقيت تحديدا لكن حاولي تختاري ابسط الامور من الورشة وتكتفي فيهم بدون ما تحطي على حالك load انك مثلا تكتبي كل اوراق العمل او تكتبي lifebook يوميا او تضغطي حالك بفترة زمنية قليلة انا بتذكر لما كان ولادي بهالمرحلة من 12 سنة بسنة 2012 كان ابني عمره 3 سنين وبنتي عمره 10 شهور كنت عايشة انا هيز متل ما بيسموها ما كنت بعرف الفرق بين الليل والنهار في بيبي على ايدي وفي طضلر عنده احتياجات للعب وللأكل وانا غرآني بالسنوات والشهور الاولى من الامومة زوجي ظروف شغله صعبة بيقضي ساعات طويلة برا البيت وبيسافر كتير وانا ما الي حدا منوب لا اهل ولا اخواتي ولا صحابي ولا اهل زوجي حتى ما في حدا حولي بالمدينة اللي انا عايشة فيها فكنت اقعد ايام واسابيع انا وهالولدين بالبيت كنت وقتها بامثل حاجة لورشة متل ورشة التسعين يوم لكن بكل واقعية بتخيل حالي اني وقتها كنت رح اقدر اسمع حلقات بودكاست ريهاميات وانا عم اشتغل شغل البيت او عم العب مع الولاد او عم بعمل اي شي تاني ويمكن لو صح حل فرصة ممكن كمان تابع فيديوهات ورشة التسعين يوم على قناة اليوتيوب لكن شبه مستحيل اني كنت اقدر اعمل لايف بوك يوميا او اكتب كل اوراق العمل لهيك بنتهز هالفرصة وببعد تحية من القلب لكل الامهات يلي مشتركين بورشة التسعين يوم وهني عم يرعو طفل او اكتر تحت سن الخمس سنين كملي بالورشة لكن بنفس الوقت ترفقي بنفسك الفئة التانية هي حرف الجي وهذا اول حرف بكلمة غريف لو انت اختبرتي حزن والم الفقد بعد وفاة شخص عزيز خلال اخر خمس سنين فترفقي بنفسك وخاصة لو كان الفقد حصل خلال سنة 2024 او خلال سنة 2023 يعني مر عليه سنة او سنتين بالكتير حزن والم الفقد له اسباب كتير معم احصره بوفاة الاحباء يعني يمكن تكوني مريتي بانفصال او طلاق يمكن هجرة وتغيير اسلوب الحياة في كتير امور بتخلينا نمر بالاسى والحزن والم الفقد فلو انت غريفنج يعني انت بامس الحاجة لورشة التسعين يوم ولكن ترفقي بنفسك هلأ عرفنا معنى رموز اسم السيارة ام جي انك انتي ماذر لرضيع او طفل بسن الحضانة او انك غريفنج عندك حزن والم الفقد لحتى شاركك بجزء فولنربل وبجزء شخصي من حياتي فرح خبرك اني انا بهالمرحلة من حياتي تنطبق علي فئة جي خلال سنة 2023 فقدنا كاسرة كذا شخص عزيز علينا اكتر من عشر اشخاص لكن رح اذكر منن تلاتة يلي هني اكتر شي كسرونا خلال السنة الماضية بيناير فقدنا رفيقة بنتي بالمدرسة بحادث رهيب كان وقت اقازت نص السنة ورفيقة بنتي كانت نازلة من بيتهم عادي جدا فتحت باب القصنصير في عمارتهم ووقعت من الدور العاشر حادث قليم بيفرتك العقل والقلب الله يربط على قلب امه ويصبر اخته وكل عيلته واصحابه برحلة مدى الحياة من الحزن والقلم لفقده بعد شهرين بيمارس من نفس السنة توفل ترفيقة تانية لولادي بعد سنين من الصراع مع مرض السرطان ومهما كان الواحد مستعد أو متوقع حدوث الوفاة ما في شي بيهيئنا للحظة الخبر الله يربط على قلب امه ويصبر اخواته وكل عيلته واصحابه هدو للبنتين رفقات ولادي كان عمرهم 13 سنة واحتراما للخصوصية ما رح اذكر اسميهم بعد شهر مارس حاولنا نكمل السنة بشكل طبيعي قدر الامكان لحد ما ايجا الصيف وتشخصت حماتي بسرطان الرئة وتوفت بشهر ايلول سبتمبر وتراكم الحزن والاسى مع حالات فقد تانية كنا عم نساند فيه اشخاص عزيزين علينا هني فقدوا احباء لقلن كانت سنة 2023 صعبة وقاسية بشكل كتير كبير وكنا فعلا كاسرة محتاجين ندعم بعض كعيلي واني انا كمعالجة معتمدة لحالات الحزن والفقد كيف اقدر كون متاحة لولادي بحزن لفقد رفقاتهم وفقد تيتا من سنة لهيك حاب بقول لو انتي ام ولو انتي جي فترفقي بنفسك ويمكن تقولي لي يا ريهام انا الاثنين مع بعض انا ام لاطفال صغار وانا فقدت شخص عزيز خلال الشهور الماضية قلبي معك ترفقي بنفسك انت اكيد بامس الحاجة لورشة التسعين يوم لكن لا تضغطي حالك نهائيا راعي الهشاشة النفسية يلي عندك وهي مرحلة مؤقتة وان شاء الله تقدري تتجاوزيه وتتأوي بالشهور الجاي وخلال سنة 2025 تكوني بالعام الجديد عم تستعيدي عافيتك وتتمتعي بالمرونة النفسية وبالصحة النفسية ان شاء الله هلأ لو بدنا نحط تعريف للمرونة النفسية في كتير تعريفات معبرة وممتازة جدا لكن انا رح اختار اثنين من هالتعريفات هني اكتر شي بحبهم وبحسهم معبرين الراصيد والتمرين رح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقاتنا مع بعض انا ميل خولي هوست بودكاست سباشل ام بتكلم على كل حاجة تخص الام والعيلك كل اوعادكم حتسمعوا معلومات تستفيدوا بيها وحلول عملية سواء للمشكلات اليومية او التحديات الاكبر اللي ممكن تمر باي اسرة نسيت اقول لكم ان انا سيرتفايت بيرنت كوتش واهم من ده انا ام زيكم مضغوطة ووفرولمد ان تراينج توفيجر اوت بليز فالو اللينك بتاع البودكاست في الشو نوتس تحت المرونة النفسية هي رصيد مثل رصيد حساب بالبنك انا بحوش فيه وبصمد منه وبجمع لحتى املاه قدر الامكان مشان لما يجي يوم احتاجوا فيه لاقي رصيد كافي اسحب منه واستخدمه المتاني النفسية كمان هي تمرين مثل التمرينات الرياضية لجسمي عضلاتي وعظامي لما تكون بحالة صحية جيدة بيكون جسمي قادر على المقاومة والتأقلم وعلى التوازي لما يكون عندي مرونة ومتانة نفسية بيقدر قاوم واتأقلم وهون اكيد لاحظتوا ان الدورث هناي للعضلات والعظام يلي هني متعلقين ببعض وبساعدوا بعض وشبه اكيد اننا لما قلنا هشاشة نفسية ايجا على بالك هشاشة العظام انه تكون عظامي هشة يعني قابلة للكسر او الشرخ او التفتيت وليست متينة فالعظام مرتبطة بكلمة الهشاشة والمتانة اما العضلات فمرتبطة بكلمة المرونة انه العضلة تكون مجهزة بتمرينات يومية ومناسبة وكافية تعزز المرونة تبعها العضلة لتقوم بمهمات معينة لما يجي وقتها ويكون في احتياج لألة المرونة والمتانة النفسية هي رصيد وهي تمرين اوراق العمل يلي مع حلقة اليوم هني ورقتين رح يوصلوكي لو رقم واتساب او ايميلك من ضمن قائمة المراسلات انا مجهزتلك ووركشيت عن المتانة النفسية وكمان مجهزتلك روزناما تطبعيه لحتى تخططي للدورة التدريبية المكففة يلي رح تعمليه خلال الشهرين الجايين رح نكون عم ندرس ونذاكر كورس اسمه الاستردادية تعزيز المرونة النفسية وقت الازمات لانه حلقة اليوم ما بتكفي اننا نغطي موضوع الريزيلينس لهيك نحن محتاجين كورس موجود ومتاح ومتكامل رح ندرسه ونذاكره خلال الشهرين الجايين اول شي رح تعمليه انك محتاجة تشتركي على قناة يوتيوب ريهام جرجور فيكي تلاقيه للقناة بكذا طريقة اول طريقة انك تفتح يوتيوب وتكتبي اسم القناة بالانجليزي تاني طريقة انك بخانة البحث على يوتيوب تكتبي اشهر عنوانين بيوصلكي للقناة تبعي العنوان الاول كتبي نايا والصبايا بيطلع لك فيديوهات كتاب نايا والصبايا موسوعة المراهقات لفهم سن البلوغ والدورة الشهرية هيك بتلاقي القناة وعملي سبسكرايب تاني عنوان فيكي تكتبيه الحزن الواعي بيطلع لك فيديوهات كتاب الحزن الواعي والدورة التدريبية وكل شغلي المتعلق بموضوع غريف اند لوس ثيرابي لما توصلي للقناة عملي سبسكرايب وفعلي زر الجرس واكيد اسهل طريقة انك بتلاقي مع نوتس هالحلقة لينك بالازرق عملي عليه كليك بياخدك على بليليست كاملة يلي هي كورس المرونة النفسية من قناة اليوتيوب تبعي هلأ وصلنا للقناة وعملنا سبسكرايب هون بيجي دور الرزنامة رح تطبعيه وتكتبيه توقيتات ايمت رح تحضري اي محاضرة من الكورس الدورة التدريبية عدد الفيديوهات تبعه 8 كل فيديو مدته حوالي 10 دقايق رح نعتبر انه الفيديو الواحد من هدول محاضرة مكثفة لهيك هاتي وراء او قلم واكتبي معي عنوين المحاضرات لـ 8 المحاضرة الاولى تعزيز الاستردادية النفسية وقت الازمات بتلاقي صورة الثامب نيل تبع هذا الفيديو بنت قاعدة على كرسي بامبو وماسكي مج المحاضرة التانية القيم الجوهرية core values صورة الثامب نيل تبع هذا الفيديو مج قهوة مرسوم عليه smiley face المحاضرة التالتي النواع الضغط regular and acute stress الصورة بنت قاعدة على صوفة وتعبيرات وجهة وجسمة بتدل انه هي مهمومة ومضغوطة المحاضرة الرابعة الضغط المزمن chronic stress والصورة لبنت لابسك امامة والدموع نازل من عيونها المحاضرة الخامسة ادارة الضغوط stress management الصورة لبنت عم تعمل تمارين stretching هي ومبتسمة المحاضرة السادسة طرق تطبيق استجابة الاسترخاء relaxation response الصورة بنت على البحر مغمضة عيونها رافع وجهة للسماء وعم تعمل تنفس عميق وبطيء المحاضرة السابعة vitamin F vitamin J والصورة اثنين ايموجيز واحد من الايموجيز مبتسم والتاني صعب اشرح لكون رح تشوفوه لما تفتحوا البليلست في اللينك مع نوتس هالحلقة المحاضرة الثامنة والختامية عنوانة علاقة الفرح والاستردادية joy and resilience والصورة لتلت ايناث من اعمار مختلفة واطياف حياتية مختلفة بتجمعن ابتسامة صداقة وصحة نفسية هاي القائمة لعناوين المحاضرات الاثمانة حطيها قدامك على الطاولة وجنبها ورقة رزنامت تشرين الثاني وكانون الأول الشهرين الباقيين بهالسنة نوفمبر وديسمبر خططي بالتواريخ قدامك وخدي قرار وكتبي رقم المحاضرة وعنوانة باليوم يلي حددتيه انك رح تتابعي فيه هالمحاضرة وتذاكرية سنة 2020 لما عملت هذا البحث والدراسة اشتريت سبع كتب بالانجليزي كانت هي المراجع تبعي بهذا البحث وعلى مدار شهر كامل قدمت الكورس التدريبي من خلال حلقات بودكاست ريهاميات ابتداء من يوم الجمعة 4 نيسان ابريل 2020 أربع أسابيع متواصلة ومتتالية ختمت فيهم البحث يوم الجمعة 30 نيسان ابريل 2020 هذا الشهر لو بتتذكروا كان من أصعب لشهور يلي مرت علينا بالحضر وقت وباء كوفيد 19 دفعت مبالغ لحتى اشتريت المراجع وقضيت ساعات وأيام في البحث والكتابة وتسجيل الحلقات والساوند اديتينج لحتى غطي أربع أيام جمعة بشهر ابريل 2020 بتلاقي هدول الحلقات متاحين مجانا على بودكاست ريهاميات وفيك تسماعيهم لو انتي بتفضلي الأوديو لكن خبرتكن عن الكورس لأن المحاضرات في وسائل إضاحة وبتشد أكتر وبتساعد على التركيز والاستيعاب لما تتابعيهم من اليوتيوب وبما أننا عم نحكي عن المتانة النفسية والهشاشة النفسية بدي خبرك شو صار يوم الجمعة 30 نيسان ابريل 2020 بعد صدور الحلقة الرابعة والختامية بحوالي خمس أو ست ساعات انسرق البحث مثل ما هو في ناس عديمي الضمائر سرقوه وباعوه تخيلي؟ وفي واحدة تحديدا من الأشخاص يلي سرقوا الكورس استنت شهر كامل لحتى أنا ختمت كل البحث وطلعت هي على فيسبوك لايف تعلن عن لقاء زوم بتكلفة 200 جنيه بسنة 2020 بهذاك الوقت دفعت الشخص 200 جنيه للفرد لحتى يحضروا موضوع الاستردادية مرة على زوم انه الحقيقة يا سبحان الله شوفوا الصدف طيب كان هي عندها شهر كامل لحتى تقدم الموضوع لو كان البحث تبعها هي وفي تزامن بالأفكار ورسالتها خير الناس وقت الحظر تبع كورونا كان فيها من أول يوم جمعة بشهر نيسان 2020 تعلن عن الزوم وتعلن عن السعر وتعمل لقاء أو 2 أو 10 لكن لا هاي الشخصية كسلانة وحرمية ونصابة أنا مش بشتم أنا بوصف هاي الشخصية كسلانة لأنه ما اشتغلت ولا فتفوتة استنت تاخد البحث كامل مكتمل يوم اللي أنا ختمته وهاي الشخصية حرمية لأنه سرقته مثل ما هو حطت لجملتين ثلاثة غيرت عبارتين ثلاثة وادعت إنه عنده مصادر معينة ما قالت شو هي ولا قالت عنوين سبع كتب ولا أي شيء وهي كمان نصابة لأنه أخدت مصاري من الناس بالوقت اللي فيه الشغل الأصلي تبعي متاح مجاناً وهاي معلومة vulnerable إني قلكن ياها ما بخبي عليكن أنا يومتا كنت حاضرة هذا الفيسبوك لايف ولما سمعت قالت هالشي أنا بكيت طعنت الخيانة من حدا قريب بتكون أقسى من طعنات عشرات الغرباء يلي على مدى ست سنين عم يسرقوا شغلي وكتبي ومحاضراتي بشكل متواصل لكن بهذاك اليوم الجمعة 30 نيسان أبريل 2020 كان يوم الامتحان للريزيلينس تبعي أنا مو بس بكيت بحرقة لكن صار عندي شعور بالزنب وتساءلت هل كان صح أني أنا أشيل من لؤمة عيالي لحتى أشتري هدول المراجع والكتب وأعمل هذا البحث وأدمه مجاناً وتجي فلانا المقتدرة مادياً عايشة بشقة تمليك بمنطقة من أفخر أحياء القاهرة الجديدة أنا ما عم أقول أي شي عن فلوسها الله يزيد ويبارك ويطعم أكتر وأكتر لكن أنا اتساءلت لو أني عملت الخيار الصح لأني بكل بساطة أنا أحق بالألفين جنيه لو كان هي إجاهة بس عشر مشتريكين على زوم كان ممكن هالمبلغ لو أنا يلي حطيت البحث بفلوس يرد لي تكلفة الكتب ويمكن كمان يسد احتياجات ولادي احتياجات أساسية وليست رفاهيات فأنا تساءلت هل أخذت القرار الصح؟ أني دفعت من احتياجات ولادي حرفياً مو من فائد وقدمت البحث مجاناً لخير الناس وهون بتنحط المرونة النفسية على المحك لما راجعت حالي لقيت أني ماني ندماني نهائياً أني عملت اللي عملته وبالعكس هالكسرة وهالطعني زادتني عزيمة وقرور أني هدول الحلقات أعملون فيديوهات ومن شهر خمسة لشهر داعش عدد ست شهور جاهز للفيديوهات يلي خبرتكن عنها ويلي رح تشوفوها على يوتيوب وهون بدي أذكر نقطة كتير مهمة لكل واحدة مثلي عم تواجه تحديات مادية بشجعك أنك تفكري مثل ما أنا فكرت لما أعدت مع حالي وراجعت نفسي اكتشفت أنه يمكن فعلاً عندي تحديات مادية كتير كبيرة لكن بنفس الوقت ربنا معوضني من خيره وبحياتي ومع ولادي بركات لا تعد ولا تحصى ولو بدي أذكر اتنين بس من أهم هالبركات هني صحة والأمان لهيك بشجعك أنت وعم تعزز المرونة النفسية بحياتك أبداً ما تنسي أولاً وأخيراً تتكلي على الله سبحانه وتعالى صح أننا نعمل اللي علينا وطبيعي أننا ننكسر ويمكن نبكي لكن بنفس الوقت لازم نقوم ونرجع نقف على رجلينا ونسلم أمرنا لله ونثق بحكمته ومشيئته الصالحة والمرضية والكاملة لحتى أطمن عليك أنت وعمل زاكري كورس الريزيلينس بدي أكد عليك أنك تعملي شغلتين كتير مهمين أولاً لما تقعد لتحضري أي محاضرة خلي معك ورق أو ألم وقديش حلو لو كنت أنت مخصصة دفتر خاص لورشة التسعين يوم وتعملي فيه قسم يكون هو مخصص لملاحظاتك في كورس المتانة النفسية اكتبي العنوان بنص الصفحة ريزيلينس المرونة والمتانة النفسية وقلبي الصفحة وبدأي بأول محاضرة تكتبي نوتس بدفترك تاني شغلة مهمة كتير أنك لما تفتحي فيديو لمحاضرة اعملي حسابك تكوني بمكان هادي لحتى تحضري المحاضرة بتركيز واحضري الفيديو للآخر مدته رح تكون عشر دقائق بتفهم مشغولياتنا وكمان ديناميكية السوشال ميديا مع الريلز والشورتز يلي خلت الاتنشن سبان تبعنا مثل ذاكرة الزبابة او ذاكرة السمكة منتأفأف من اي فيديو مدته اكتر من دقيقة لهيك ببعتلك تحية مسبقا وتشجيع مقدما انك رح تقرري وتنوي بكل تركيز واهتمام وجدية تحضري فيديو عشر دقائق متواصل من اولته لآخرته وهون بدي خبرك سر تاني هاي حلقة الفولنرابلتي والفضفضة انا كل فترة برجع لواحد من فيديوهات هذا الكورس تحديدا خصوصي مشان استمتع بالمقدمة بقعد اتلمض كل فانية فيا يعني امزمز كلمة اتلمض لهيك شجعك انك تحضري المقدمة كلها مرة واثنين واثمين مرات لا تعملي لسكيب شوفيها وعيشيها ومن قلبي بتمنى انك تحبيها قد ما انا بحبها انا فخورة فيا بشكل غير عادي لاني من اربع سنين بالضبط في نوفمبر 2020 كنت بمجهوداتي الشخصية عم اتعلم منتاج واخراج لوحدي وحطت قدامي تحدي اني اتطور وقررت اعمل مقدمة خاصة بكورس الريزيلينس دفعت مبالغ لحتى اشتريت فيديوهات واغنية بحقوق النشر طبعا حتى يوتيوب ما يعمل لحجب وعملت المنتاج والاخراج للمقدمة كل فتفوت بها المقدمة اخترتها بنفسي وعملتها روعة from A تزد بكل تفاصيلها تأسيماتها توقيتات الفيديوهات المتنوعة مع عبارات الاغنية لحد ما صارت هالاغنية مرتبطة عندي بفرح حقيقي فعلا بحس بفرح من اول ثلاث نوتات على البيانو لما اسمعن بيرفرف قلبي وهذا الفرح بتمنى لك اياه انك انتي بعد ما تخلصي الفيديوهات الاثمانية لهالكورس تحبي المقدمة وتكوني تعلقتي فيها وتكون مصدر بهجة وفرح اليك ترتبط بالريزيلينس في عقلك البطن وتلاقي حالك لما ترجعي تسمعيها عم تبتسمي طلقائيا وتاخدي نفس عميق ريفراشنج من اول ثلاث نوتات بعزف البيانو بختام حلقة اليوم وريث ما يجي موعد المحور الثالث في ورشة التسعين يوم بدي شجعك لو انتي مانك مشتركي بورشة التسعين يوم انك تسمعي حلقة رقم 164 من بودكاست ريهاميات بتتعرفي شو هي اهداف الورشة ومحاورها واكيد الفرصة لسه متاحة انك تشتركي مجانا وتوصلك كل اوراق العمل لما تبعتي ميسج واتساب على الرقم 02-2012-79-709-719 او ايميل على العنوان ريهاميات 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 ات جيميل دوت كوم اكتبي كلمة ورشة لحتى توصلك اوراق العمل ولينكات الفيديوهات السابقة كل ياتا ويلي رح نبعتها اتباعا ولا تنسي موعدنا الجمعة الثانية والرابع من كل شهر مع حلقات جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك لو عجبتكن الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشال ميديا حتى ناس اكتر تستفيد تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الالكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiatrihamiat.com او تبعتوا لي ايميل على ريهاميات ات جيميل دوت كوم او ميسج واتساب على الرقم 02-2012-79-709-719 وعلى الفيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاغ ريهاميات سلامات اشتركوا في القناة